يعني باخترع الدكتور طريق شوقي لازم بفيه مادة للوعي انا فعلا اطالب ان يكون في مادة للوعي الوعي الوطني الوعي مهم جدا انا بقول انه لابد من تدريس الوعي لابد من ان الوعي يكون موجود على مائدة كل اسرة مصرية من خلال كتاب موجود في مدرسة خاصة في مدرسة حكومة في الاخره عايزين ندرس للناس الوعي وعايزين ندرس للناس بوعي وعايزين نعيش بوعي وعايزين نناقش قضيانا ايضا بوعي العملية التعليمية محتاجة كلام كتير ومحتاجة مساعدة ومننا كمجتمع مدني وكاعلام للدولة ووزارة الرباية التعليم وبقول تاني كل الناس اللي شغالين في مجال التعليم سواء مدرس خاصة مدرس حكومة مدرس اهلية مدرس تجربية مدرس دولية مدرس دينية ما اعرفش مدرس دينية لا انا عارف كان فيه تعليم ديني كل هؤلاء يعرفوا انه فيه منظم واحد بس اسم زورة الرباية التعليم لانه زمان انا فاكر واحنا صغيرين فولا ابتدائي وتاني ابتدائي تلاقي الراجل اللي في اسوان والرجل اللي في التندل بتدرسه صفحة الكتاب القراءة امل وعمر واحد معروف والكتاب التاريخ واحد معروف كلنا بندرس حاجة واحدة فتلاقي عندنا مشتركات قومية ومشتركات وطنية دلوقتي بتلاقي واحد بيدرس تاريخ المدارس الفرنسية تاريخ فرنسا والمدارس الانجليزية تاريخ انجلترا والمدارس الالمانية تاريخ الماني والمدارس اللي مش عارف ايه تاريخ اليابان طب وطاريخ مصر فين طب وثقافة المصرية فين برضو احنا محتاجين نعيد النظر في الوعاء الوعاء التعليمي نعيد النظر فيه مرة اخرى اشتركوا في القناة